أكد وزير النقل المهندس وليد المصري على ضرورة الإسراء في تطوير منظومة نقل عامة مستدامة تؤمن الراحة والأمان للمواطن الأردني وأيضا جاء ذلك في كلمة له في حفل افتتاح المنتدى الإقليمي الثاني للسكاك الحديدية الذي تنظمه لجنة الطرق والمرور التابعة لشعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين الأردنيين وضف المصري أنه دون وجود شبكات نقل متطورة وآمنة لن يكون هناك اقتصاد متكامل وإذا كان النقل جيدا فإنه يحقق اقتصادا جيدا وتنمية جيدة ويخلق فرص عمل وأشار إلى أن وزارة النقل تعكف على تنفيذ عدة مشاريع كبرى ذات أهمية اقتصادية واجتماعية أهمها مشروع سكة الحديد الوطنية ومشروع إعادة تأهيل مسار الخط الحجازية نقيب المهندسين الأردنيين بدوره أكد أن هذا المنتدى يأتي في إطار إسهام نقابة المهندسين في بناء منظومة مجتمع أردني هندسي معرفية ورقمية متطور تكنولوجيا وبهدف تطوير واستخدام تكنولوجيا في القطاع الهندسي الاستشاري الأردني وفق المرجعيات والمتطلبات العالمية مستقبلاً الأردن سيكون فيها نقل سكاكي الدراسات الشبكة الوطنية انتهت اليوم المطلوب وجود مستثمرين من القطاع الخاص من أجل إنجاز هذه الشبكات لأنه ستنجز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أول مشروع رح يكون هو العقبة إمعان هاي بتوقع خلال أشهر إن شاء الله بنكون دعونا للاستثمار وجدنا الشريك الاستراتيجي ويباشر المشروع اليوم كلفة المشاريع تتجاوز الأربع إلى خمس مليار دولار ضمن الظروف الاقتصادية التي تمر فيها الأردن أنا أعتقد الحكومات السابقة أو الحكومة الحالية الحكومات القادمة مفروض تأخذ بعين الاعتبار أن تضع البنية التصميمية أن تضع المخطط الشمولي وأن تبحث عن شركاء استراتيجيين لتمويل هذا المشروع عليها أن تبدأ فورا عليها أن تبدأ أمس وليس اليوم لأننا بحاجة لمثل هذه المشاريع